بسم الله الرحمن الرحيم لازال الحديث موصولا عن موجبات الغسل الموجب الثالث إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا فالأصلي من كان من أول حياته على غير الإسلام كاليهودي والنصراني والبوذي وما أشبه ذلك والمرتد من كان على ذي الإسلام ثم مرتد عنه صلى الله عليه وسلم والعافية الدليل على وجوب الغسل بالإسلام حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب وأنه طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل الموجب الرابع من موجبات الغسل إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته يعني ألقته فسقط ميتا وهو بعرفة اغسلوه بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب وحديث أم عطية حين ماتت ابنته وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتنا ذلك وسواء مات فجأة أو بحادث أو بمرض أو كان صغيرا أو كبيرا لكن هناك مسألة وهي مسألة السقط هل السقط يغسل أم لا فيه تفصيل إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه وإن لم تنفخ فيه الروح فلا وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر الحديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فهذا دليل على أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه يغسل الموجب الخامس الموجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس والدليل والدليل على وجوب الغسل من دم الحيض دم النفاس حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاط فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تقتسل وتصلي والنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ويكون معه الطلق والنفاس أو دم النفاس هو نوع من أنواع الحيض ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت لعلك نفستي فهذا دليل على وجوب الغسل من دم النفاس لأنه نوع من أنواع الحيض وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض مسألة من لزمه الغسل حرم عليه أمور قراءة القرآن ومس المصحف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون وكذلك الصلاة لأنه من شرط الصلاة الطهارة والطواف لأنه من شرط الطهارة واللبث في المسجد لأن المسجد مكان للصلاة فإذا كان غير متطهر فقد يلوث المسجد فهذه الأمور يحرم على من عليه موجب من موجبات الغسل الغسل ما يجوز لمن وجب عليه الاقتسال يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه إلا إذا كان متوضئا فإذا توضأ جاز أن يمكث فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد ترجمة نانسي قنقر